مصر اكلفت تبقى لما قاله الرئيس خسرنا بعد 2011 450 مليار دولار انا عايز اقولك انا كنت اعلامي وصحفي ومتابع لما يجري في مصر انت فعلا كنت بتحتاج الى دعم مباشر ويمكن الرئيس كان قالها قبل كده وعدت دول وقفت معانا دول عربية كثيرة وقفت معانا في هذا الامر ومش بس كده انت صرفت مصاريف باهظة وكثيرة للغاية وكل مؤسسات الدولة وقفت علشان توقف المركب بقى انت قبل ما انت تنزل البحر لازم توقف المركب وترمها المركب دي كانت متخلعة 25 يناير ما كانش حاجة سيئة ولكنه تحول الى بوعبع ليه بوعبع؟ لان دخلت لك ملفات ودخلت لك دول لها اغراض مختلفة تماما تماما عن اللي الشعب كان بيطالب به وهذه الدول كانت لها مخططات وصبت فلوس علشان تضمن ان المخططات دي تشتغل وصبت مليارات انت كلفتهم المليارات دي ولكن دفعت تمن هذه التكلفة دفعت تمن التكلفة والنهاردة الرئيس تكلم عن حاجة برضو جميعكم يمكن مخدتوش بالكم منها عودة الثقة ما بين الدولة والمواطن دي كان لها تكاليف كبيرة جدا اعادة وقوف وزارة الداخلية على رجليها مرة تانية لإسام اللي اتحرقت والناس اللي اتكسرت يعني حواديت انا لا اريد ان اعود اليها مرة اخرى انه كانت عاملة زي الحلم الصعب جدا زي الكابوس اللي كان بيعد علينا في مصر ويمكن انتو فاكرين وفاكرين 2012 وفاكرين 2013 وفاكرين كل الكلام اللي كان تم الاتفاق عليه مع اللي كانوا موجودين ايه ان مصر حتباع وديكم شفتوا بنفسكم خلال الاربع تشهر اللي فاتوا ان المخطط الذي تم الحديث عنه في 2012 هو جزء من المخطط الذي يحاولون الان تطبيقه على مصر هو جزء منه وده مش نظرية مؤامرة وده مش كده لا ده كلام واقعي وهم بيعترفوا به اساسا ان انت كنت هتاخد فلوس وحتاخد مليارات والاخوان يركبوا والدنيا تبقى ميت فل واربعتاشر وكله بقى يجا عنده يلم كل ما يمكن انت تخيله